طبعا أنا ببداية هالحلقة بدأ عيد طايفة المارونية الكريمة وكل يلي بيحمله اسم مارون وبعرف إداش معدد الكنيس على مساحة هالوطن لمر مارون طبعا ينعاد على الجميع أب والأب الروحي وأب الطائفة المارونية في لبنان وطبعا تحييتي موجهة لغبطة البطريارك بداية مجلس الأساقفي وكل كاهن وشميس وكل ماروني في لبنان عموما لللبنانيين أنا بدي أقول إن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير وبالأمل والسلام أهلا وسهلا فيك راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنة رحمي فيكم تأهيل ومشكورين على الاستضافة يعني طبعا يعني لما منحكي عن مار 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 مش بس بتسعة شباط يعني يعني مار 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 هو بكل الديس بكل عيد بكل مناسبة بكل يمكن موقع وطني لأنه اليوم الصرح البطرياركي كمان هو هذا الصرح الوطني والكنسي صحيح وكل أبرشية من أبرشياتنا اليوم هي كمان يعني عم تشتغل للتعايش إن كان بين الموارن واللبنانيين أو بقية التواقف اللبنانية يعني أنا بدي كمان استفرص الفرصة اللي عيد كل ماروني بالعالم كله باللبنان وبالانتشار وأكيد بين نطاق البطرياركي بالشرق وكل ما كان في ماروني اليوم بعيد شفيعنا هو مؤسس هالكنيسة مؤسسها الروحانية ونهج كبير مار مارون مار مارون ما بنستحقه بسهولة لأنه شغلة كبيرة هو نهج حياة ونهج أداسة والتأسيس للكنيسة المارونية كان تأسيس مبارك لأنه فعلا هالكنيسة خلال التاريخ عطيت عطيت كثير قدسين كثير شهداء كثير ناس مش معروفة أسميهم كثير عيال بيات وأمات عاشوا روحية مار مارون ووصلوا للسماء وقد يكون أهم انتاج الكنيسة المارونية انتجته أنه عبت السماء من قدسين من بيات وأمات من شهداء من رهبين من نساك من عالم فعلا عاشوا هالروحية ووصلوا ليكونوا في العلن اليوم عم بيشاهدوا ملائكة السماء وعم بيعيشوا مع الآب والابن والروح القدس ومن زالوا عم يعطوا كمان قدسين وهيدا البلد يمكن إذا بعدنا مزرعين فيه لأنه هالقدسين حامينوا ولأنه دماء الشهداء كمان هني يلي اليوم رويين أرضنا وحضرتك سيدنا جاي من منطقة كمان يعني بعد ما نشفه دمات أبناء القاع بعد ما نشفت كمان جروحات أولاد بتدعيه صحيح واليوم قداش كمان سيدنا حاضر مع كل أبناء الرعية وقداش أكشامل كمان يعني ليس فقط مع الموارني إنما مع كل أبناء المنطقة وهون هيك بتوجه أنا ويجيك إلى مغارة مرمرون بالهرمل يلي بارقة أمل يمكن عند الجميع مسيحيين ومسلمين أن تكون هذه المغارة يمكن أمل للسياحة الدينية أمل للعودة إلى تراث مرمرون يلي استقر فيها بفترة من الفترات وهون بدي يقول قديس مرون هو راهب ناسك أرام العرق سريين اللغة ولكن مرمرون هو روحانية الكنيسة كمان صحيح نحن أكيدين تقريبا مرمرون ما أجهل لبنان عاش بشمال سوريا بجبال قرش بنابة بأكيد هالمنطقة براد اللي نحن صرنا بنعرف ضوع لها كفاية اليوم بشمال سوريا وإن شاء الله يا رب ربنا يعطي السلام لسوريا لأنه سوريا صار فيها عمف كتير وهالمنطقة كمان ضررت بشكل عام مع حلب وشمال حرب أكيد شمال غرب حرب لكن اليوم نحن أكيد بمرمرون على العاصي على منبع نهر العاصي هذا مكان جد مؤدس وفعلا مرتبط ارتباط جزري بالوجدان الماروني لأنه قد يكون أول بطرق كمان انطلق منه أول بطرق ماروني يوحنى مارون كد يكون مرأ فيه وانتخب على الضفاف العاصي بهذا الدار وهذا الموقع كتير مهم لكن مؤسف بمرحلة معينة حديثة طلع حكم فيه لغير ناس واليوم كله معروف أنه عادة الأوقاف لا تباع ولا تشرع هذا وقف وكان موجود كل الأملاك لحوله على اسم منطقة مارمارون العقارية بوضاة ووضاة ما راح نتهم حدا لأنه وضاة مسيحيين بس كانوا أشاوس الظاهر بالحق وبالقانون راحوا حكموا فيه لغير الكنيسة المارونية ولغير رهبة اللبنانية المارونية وهيك صار يعني لناس خاصين لكن اليوم المطرانية والأبرشية صارت رجعت تملكه 8000 متر مما فيه الدايرون محيطه صار ملك للأبرشية وأكيد نحن إن شاء الله بأيام أو أقل لما يكون أسابيع تبدأ الورشة ورشة التصوين وبقريب العاجل كمان بنبدأ بورشة ترميمه وإعادته إلى الحياة يعني هذا موقع أنا بقول بده يعطي حياة لكل المحيط مش بس للموارنة وللقاع وللراس بعلبك وله يعطي للهرمل ولكل الضياء المحيطة يعطيها الحياة لأن هذا الموقع كتير مهم تاريخيا للموارنة وللبنان بشكل عام يمكن آخر مرة تقدس فيك لشهد مرمارون ويوم متى تسأل ونشودي يصير بهالمعلم وقفت على هالقديس وانتهت هون بقى سيدنا عم بتطمننا أنه لا في مشروع كبير لمغارة مرمارون بالعاصل نعم نعم ستعاد الحياة لهذا الموقع من ألراد بالقريب العاجل ونحن كلنا أمل بالتعاون مع المحيط تبعناه لأنه المحيط تبعناه بعض المرات ما بيفهموا شو عم بيصير لأ لازم نرجع لدائر مرمارون وهذا مكان في كتير تأوهات وصلوات وتأوى وفضيلة صارت خلال التاريخ نعم وبسبب الظروف انترك وانهمل اليوم أنا بقول لازم كلنا نتساعد كلبنانيين وكل أبناء بقى عشمالي نرجع نعيد الحياة لهذا المكان وأنا بقول لأنه اليوم الأهمال يمكن مزمن أكيد اليوم في ورشة كبيرة لازم تكون صحيح صحيح إن شاء الله وأنا عندي أمل أنه كل اللي اللي عم يسمعونا يتعاطفوا معنا تنقدر نبلش بطريقة جدية ومدروسة وأنا بتملأ متأمل أنه أكيد جامعة تروح الأدس بالكسليك لكلية الهندسة تتعاون معنا تفعلا نعمل دراسة نهائية وواضحة أنه نحافظ هالمعلام متل ما هو ونعطي أكتر يعني إمكانية الحياة وإمكانية الإدارة لأله وإمكانية حضور الرهبان والكهنة اللي بيقدروا يديروه ويكونوا باستقبال كل العالم تمام وبعرف سيدنا أنه مع سيدنا السابق عطلة سمعان عطلة وحضرتك كنت بعد ما صرت مطران كنت حضرتك القيم بنحيي للمطران عطلة نحنا كمان إديش سيدنا عطلة وإدي حضرتك كمان بوقتها كمان كنت قيم على الأبرشية قداش تغلته لتعيده لهذا المعلم دوره دوره من كل النواحي وبوقتها يمكن بلشته تحكوا عن إعادة ترميمه مثل ما كان ترجعوله ليكون مفتوح كمان لكل الناس يعني لأنه قيمته التاريخية والدوري اللي لعبه كان دوري كتير هام بهذه المنطقة مثل ما قلت ممكن تستقطب كتير بعد من الرهبان من الناس من الزوار من السياحة الدينية يعني له معلمه بالنتيجة سيدنا طبعا بوقتها لما طرحته المشروع طلبته كمان في كتير ناس بتحب تساهم لأنه اليوم إعادة البناء وإعادة يعني كمان تتطلب من التكاليف وبالأكيد وقتها فتحته حساب إذا بتذكر بيبانك لبنان وصوريا فرع البقاع هل حساب بعده ماشي بعده بعضنا محافظين على كل قرش صرنا علي بوقتها لأنه نعمل وبعده الحساب موجود وبعدنا حاضرين نحن بسبب الظروف الأمنية اللي هي أكيد معروفة بعرسال ومحيط عرسال وهيك توقفنا وكان أفضل حكمة أنه نتوقف وما نبلش نباشر بالعمل نحن اليوم في عدة ظروف من ناسبة أنه نبلش أول شيء بالتصوينة وتانيا نجوها نبلش ننفض الداخل ونحافظ عليه ونرجع نعيد ترميم ومثل ما كان هو الداخل المغارة يعني لهذا الدائر دائر مارمارون وفيما بعد نعمل شيء قدامه ليكون مكان لاستقبال الزوار لأخذ يعني بدون يديروا هالموقع يكون عندهم مكان ليقعدوا فيه يحرسوا يديروا يوجهوا الناس وكذا من الطبيعي يعني فيه مشروع على ثلاث مراحل نعم نحن أكحار رح نحط رأم لحساب بالليرة اللبنانية ومشكورين بالدولار رح نحط على الشاشة وأكيد إذا حدا بيحب يساهم مع المطرنية لاستكمال هذه الدراسة ولإعادة هذا الدار لإله الحياة الحياة الروحية كمان هالدار بيكون كمان مشكور سيدنا طبعا اليوم مارمارون كان ناسك ولكن مارمارون كمان عاش بين الناس كان يشفي إلى النفوس كان يشفي كمان المرضى مارمارون كان عنده تلاميذ يلي انتشروا وينما كان استقروا يمكن بجبل لبنان وصار عنا موارنة وصار يمكن لبنان هو إذا بدي يقول انت لقطن اليوم والحمد الله الموارنة اليوم منتشرين بكل أنحاء العالم قديش حياة النسخ بوقتها بالرغم من صعوبتها وقضى ليليه بالعراء يعني كمان اليوم قدي نحن بهذه الظروف اللي عام نعيش فيها خصوصا بالمنطقة اللي حضرتك اليوم رعية قديش نحن بحاج اليوم إذا هذا التضامن هالالتفات يمكن ما فينا نعيش بنسك ولكن فينا نرجع نعيش بهذه العونة لروحانية مار مارون روح مار مارون أكيد ما ضعفت روح مار مارون عايشة بالكنيسة المارونية وبشعبنا نعم وفعلا نحن مرأنا بظروف صعبة جد صعبة نعم واليوم عم نمرؤ أكتر نعم واليوم في تشويه للهوية المارونية في كتير ضياع بعض المحلات نحن اليوم بحاجة وأكيد من بعض المجمع البطرياركي الماروني نرجع نقرأ هويتنا نرجع نعيد النظر نحن وين يعني نعمل تقييم جدي إلى قيمنا إلى روحيتنا إلى نهج مار مارون وفعلا كل شيء موجود يعني نحن يمكن الحضارة شوي خلتنا نضيع ندفي أو العولة مي أي العولة مي بس مفروض نرجع نتموضع بهالعولة مي ونرجع نحافظ على هويتنا ونرجع نقراها بالعمق ونشوفها ببيتنا وإماتنا وبجدودنا اللي عاشوا هاي الروحية كتير مهمة للعالم كله يعني النكهة المارونية بس بعدها بما نطقتكن سيدنا بلاحظ أنه بعدها موجود هذا التقليد هالموروث من عائلة لعائلة بعض في ناس متمسكة بهالأرض بهالكنيسة بجزورة منلاحظها عند البعض لأ حدا تكبر بيئتك كمان فعلا أنا بقول إذا ضعت المارونية بالعالم كله مش لازم تضيع بأماكن مصدرة وانطلقتها اللي هي جبت لمنايترا وجبت بشري ودائر الأحمر ومارونة على العاصي وكل هيدا الممر يعني من مارونة على العاصي لدائر الأحمر لعيناتها واليمونة سعودا إلى العقورة وكل منطقة العقورة وسعودا إلى بشري وكل منطقة بشري وأمتدانا إلى كل جبل لبنان نحن اليوم أكيد فيه رابط جزري بين المارونية وبين الأرض الجغرافية وبين الأداسة يعني بين السماء وأنفتها على العالم يعني أكيد على روما وعلى كل العالم يعني نعم هذا شغل ميزات مارونية سبتة وتسبب أيضا بالعيش المشتركة اللي لبنان هو نموذج يعني طبعا بهذا الموضوع سيدنا عنا فاصل ومنتابع خلينا منتابع طبعا لكاءنا مع سيدة المطران حنة رحمة رعي أبرشية بعلبة كدير الأحمر للموارنة سيدنا اليوم طبعا ذكرت بالبداية أنك حترتك راحل أبرشية وهي دي بيئتك وهو دي ناسك وهذا التعايش مع بقية الطواقف فوق بالمنطقة وما يعانيه الماروني أو اللبناني الماروني يعانيه بقية اللبنانيين حتى نسبت الناس أكتر بهذه المنطقة وبعرف قداش كمان عم تشتغلوا للإنماء بالمنطقة لم يكونوا في إنماء منسبت الناس أكتر مع العلم أنه خصوصا أبناء القاع وجوارها قداش متمسكين ولا إبنانين يتركوا لحظة أرضهم وبيوتهم وكنيسهم ومنطقتهم اليوم هذه المنطقة التي تعاني بدايتك كيف بدنا نرجع الحياة على إله فعلا أنا مشتغل أكيد على الروح المارونية الروح المسيحية لأن المسيحية هي حاجة لكل الناس يعني نحن مسيحيتنا هي للناس والمسيح قالنا اذهبوا إلى العالم يعني نحن حاضرين بالبقاءة الشمالية لكل الناس للأخوتنا الشيعة للسنة للدروس لكل العالم بس نحن تنقدر نكون نشهد لمسيحيتنا ولأخوتنا الشاملة لكل الناس بدنا نكون نحن موجودين طبيعي نحن عم نشتغل على التنمية لكن الدولة هي الأساس بهذا المشاريع يعني نحن هلأ مقطوعين عن لبنان نحن بدنا أربع خمس ساعات نجي على لبنان على جونيا وعلى إذا بدنا نطلع على بشري على الشمال لا لأنه بدنا نجي عن ظهر البيدر لأنه وكأنه ما في تلج إلا بلبنان معقول الطريق بين الأرز وبين عيناتها تنقطع لأنه في تلج ما في جرافات في ملح برشو عيون السمان اليوم مقطوعة طب أفأة لا مفتوحة واحدة وهي طريق يعني لو جينا عليها بنوصل على طريق كتير صعب صوب أفأة وصوب العقورة وغيره طب لا معنات أنا بدي بدي نفكر فعلا بربط هالمناطق بعضها تطعطيها الحياة وبعدين التونال برحم بيحكي مع الناس أصحاب السويسرانيين قلتلهم أربع كيلومتر نحن بنحل أزمتنا قالوا أربع كيلومتر ماشي يعني لما بيكون في تونال نفق بين وين نفق بين عيناتها وبشري ولو بنحلم أكتر بنعمل نفق بين الدائر الأحمر ونهر إبراهيم اللي هي خمسة عشر كيلومتر بس بين عيناتها وبشري أربع كيلومتر بين الأرز ماشي نحن بنهدور مال أموال وطقات هائلة بس ما بنفكر استراتيجيا كيف نربط هالمناطق ببعضها طب نعطيها الحياة يعني تصوري القاع اللي عم تذكرية وراسب علبك ودائر الأحمر ينربطوا بشري ونربطوا بجبل لبنان أنت بتصيري بنص ساعة بتصيري بجوني بثلاثة ربع الساعة شغلة كبيرة أنه نقاطي الحياة لهالمناطق نقاطي الحياة بين بعلبك اللي هي رمز السياحة وبين الأرز وكل منطقة جبة بشري اللي هي منطقة مهارونية لأنه ناس بتقصد المنطقة بتقصد سيدة بشوات يعني بتقصد المنطقة كسياحة كمان يعني منطقة غلي اللي بيجيها سيدة بشوات حلو كمان كف نهار وعلى الأرز وينزل يشوف مرشاربل بيبقى عكافرة وينزل يشوف كمان وادي قديشة ومارم طرمس أصحية وإلى ما هنالك وكمان سيدة الحصن بأهدن وغيره هذه المنطقة لازم تكون مربوطة فعليا مع بعضها في كلام جدي بهذا الموضوع نحنا عم نحاول صارنا مرحلة عم نحاول مع السفارة الروسية ومع غيره عم فتش نعم لمؤسسات هي تكون تشتغل هذا الدور لما بترتبط بترسخ الناس يعني بيصير عندك يمكن الجامعات وعندك المستشفيات اليوم ما فيه ما هيك عندكم صارنا حقيقة هلأ كتر خير الله عنا رئيجة موري جديد وفهموا علينا يعني هلأ نحنا بحالة شغلنا نرخص مستشفى بداية الأحمر كنتوا عند فخامة الرئيس مش من زمان يعني كفعالية صحيح ولا وزير الصحة بحييه ودي له تحياتي وحيي دكتور جعجع اللي هو كمان أخذها عم أحمل الجد الموضوع نعم أنه أربع خمس سنين نحن عم نناضل تناخد رخصة للمستشفى ونشتري الأرض اللي هي معمر عليها ما كان حدا عم يسمعنا ونحن عم نشتغل شيء ككنيسة لنخدم شعبنا لأنه شعبنا بيموت على طرقاء شو نقصها نقصها ترخيص والباقي علينا والباقي عليكم نحن اشتغلنا الطريقة الطويلة بس بدنا رخصة لأنه إذا ما رخصنا المستشفى فعلا ما فينا نفتحها لأنه عرب عمليات من أحد أعرب مستشفى وين سيدنا نحن أكيد زحلة في عنا ببعلبك بس بعلبك ما فيني أجبر الناس توسق بالمستشفى عندنا مستشفيات يمكن مع طموح الناس حتى سيدنا بهذه المنطقة المقتزة كمان سكانين يلي ناسها صيفا شتاءا فينا نقول ما فينا نقف على منطقة مثل ما عم تحكي عنا ما يكون عندك مركز طبي أو استشفائي بالمئة بالمئة يعني المريض بوضع الطرقات بوضع عندنا مساحات واسعة ناس بحاجة لمستشفى غير المستشفى على شو عم يشغل اليوم إنمائيا سيدنا الناس معلقة بأرضها بإنتاجها ولكن أزمة الماء أزمة الكهرباء كمان عندكم إيها عندنا أكيد الطاقة الأولية طاقة الأولية وبتفاجأ أنا مثلا عملو لنا مهنية نعم لكن ما عمرو لها بنية طب كيف عم تعملو لنا مهنية حطوها بالسنوية طب معقولي مهنية ما يكون عندها تجهيز وبنية معمر ومخصصة للمهنية يعني أنا هون بقول إنه الدولة عليها تساعدنا بالشي عليها هي تعملو ونحن عم نشتغل لشي علينا اطبق قراراتها نحن أيوة إنه قررتوا لنا ورحوا حجر الأساس وين هذا الشيء كتير مهم يعني أنا اليوم ما بق فيني عيش ببيروت ما العالم بيروت اختنقت عبعضها سيدنا كتير اشتغلنا على خزانها المي يعني دار الأحمر بدون مي كانت لفترة كتير طويلة زبطت ولا ما زبطت أخيرا عنا مشاريع كتير رائدة للمي وإن شاء الله هلأ الدولة كمان حزمت أمرة وعملوا قرار تعملوا دراسة عن المي تبع منطقتنا ومبلشوا وإن شاء الله يا رب من هلأ لسنة يكون في دراسة كاملة متكاملة وين مع مصادر الماء وكيف تتخزن الماء وكيف ترويها الأرض وكيف الناس تشرب يعني في الشفة وفي الرأي من هالمنطلق أنا عندي أمل كبير أنه هاي الطاقة اللي هي المياه نقدر ننظمها وفعلا توصل لكل بيت وكذلك الكهرباء نحنا عندنا الهوى وعندنا الشمس مدينة الشمس بعلبك صحيح مفروض نستفيد من طاقة الشمس وطاقة الهوى بس هوني نحنا مدينة بعدنا غفينين يعني ما راح حدا يجي طعمينا بإيده نحنا بدنا نوع حتى سيدنا الزراعات البديلة يعني اليوم يعني كمينا مطلوبة داش نوعدتوا فيك أبناء منطقة الزراعات البديلة راح التمويلة مدروان نحنا اليوم مثلا اكتشفنا أنه في عدة أشياء فينا نعملها الكرمة مثلا على الطريقة الفرنسية والكرمة الفرنسية فعلا عم بيجوا كل الناس المختصين عم بيقولوا أنتوا عندكم إمكانية أنتوا عندكم بير بيترول اسمه نبيد والكرمة والعنب ومشتقاته وعندنا التفاح كمان بمنكهته الخاصة بعيناتها واليمونة وكلها المنطقة طبعنا جبلنا النبيد كتير مهم اللي عم بيطلع عنا أكيد بدنا نتفت سعفي نتفت سعفي تنقدر فعلا هالكافات اللي موجودة تندعم تتنطلق مزبوط تتصير تعطي للعالم كله مش بس للبنان أكل حال سيدنا شوقتنا نعمل الزيارة للمنطقة ونسوي كلها المعالم أنا بتمنى وبتدق بيديتنا وبتشوفوا عدة أمور نحن بنشكر حضورك معنا اليوم يعني بمناسبة عيد مار مارون أنا نتمنى لك ولكل أبناء الطيف خصوصا وللبنانيين عموما يعني الكلمة الأخيرة لألك بهالمناسبة أنا بدي أقول لك الإنسان حافظوا على الموارنة بلبنان لأن الموارنة عندهم نفحة من القداسة وإنتوا يا موارني حافظوا على نفحة القداسة اللي عندكن شخصيتكن وهويتكن أقعد فرطوا فيها أرضكن أقعد فرطوا فيها السلوس المارون اللي هو الكنيسة والأرض والعائلة ما تفرطوا فيها نحن قادرين نعطي للبشرية نكهة حلوة ونكهة أداسة ونكهة براءة ونكهة صدق وعلاقة مع الأرض فإذا نحن نفتخر بحالنا ونفتخر بلغتنا السريانية ولهجتنا مرات كتير كثيرنا نستحي بلهجتنا لأ لهجتنا اللي هي لهجة الأو والأي والإي اللي هن الحركات السريانية نفتخر فيهم ونقول لكل البشر نحن اللي قدمنا اللغة الأبجادية هون بلبنان عندنا إشي كتير ونحافظ على جبل لبنان هذا الجبل المقدس اللي هو عرين لموارني واللي هو الأساس اللي منه انطلقت المارونية إلى العالم كله نحافظ عليه ونشتري عقار فيه ونعمر بيت وينما كنا بأمريكا بإسراليا بكندا بأوروبا وينما كنا بالعالم الاختراب نرجع لجزورنا ونستقي من هذا النمو أنا بعيدك مجددا سيدة المطران حنة رحمة بعيد كل طبعا العاملين معكم وبدأقول لللبنانيين كل عيد مرمرون وانتوا بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة